السلام عليكم متابعي دراما سبورت علاء الدالي مهاجم نفط ميسان يسجل هاترق جديد بالدور العراقي وعمر خريبين للمرة الثانية على التوالي بيسجل هدف بالدور الإماراتي عمر السومة مستمر بالتشجيل مع النادي العربي القطري ثلاث مهاجمين من المنتخب السوري عم بيتألقوا بالدوريات العربية وعم بيحسدون عليهم المنتخبات العربية والمشجعين العرب وللأسف لا نستغل هاي الفرصة التاريخية بتواجد هيك نجوم مع المنتخب السوري قبل ما نفوض بالتفاصيل ونحكي عن هالثلاث مهاجمين وكيفية استثمار هالثلاث مهاجمين بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل شوف يا صديق العزيز تسجيل علاء الدالي لهاتريك بالدور العراقي مانو أمر جديد هو سبق وكمان سجل هاتريك مع نفط ميسانو وكمان يعني بالدور السوري الموسم الماضي كان متألق مع نادي الفتوة وقاد نادي الفتوة للفوز بلقب الدور السوري لدرجة يعني هلا حاليا بتألق علاء الدالي في عدد من الأخوة العراقيين عم يكتبون لتعليقات بتبتلوا علاء الدالي بأيمن حسين يعني تصور أيمن حسين كلاعب ونجم مع المنتخب العراقي عم بيقارنوا علاء الدالي مع أيمن حسين هذا الشي بيخلينا يعني نتساءل هل يا ترى بالفعل نحن نمتلك مهاجمين بطبيعة الحال هذا التساؤل مشروع لأنك قدام اليابان وقدام كوريا الشمالية كنت عم بتحسوك أنك لا تملك مهاجمين ولا تملك خطة هجومية ولا تستطيع الاستفادة من هالمهاجمين يعني أنت عندك طفرة بوجود لعيبة رقم 9 ممكن ينهو الهجمات بالمنتخب السوري وبالكرة السورية نحن سابقا بالسنوات الماضية وقبل 20 سنة قبل 15 سنة كنا عم بنعاني دائما من مشكلة المهاجم نعم كان في رجا رافع كان في راس الخطيب أحيانا بيلعب مهاجم تاني كان في ماهر السيد وفي زياد شعبه في عدد من اللاعبين اللي كانوا عم بيلعبوا بيخط الهجوم بس ما كانوا متألقين بالدوريات العربية كانوا بيلعبوا بالدور السوري نعم الدور السوري كان جيد ومن الدوريات المميزة بس بشكل عام حتى رصيدهم التهديفي ما كان هذا الرصيد يعني بالدور السوري ما كانت بتلاقي اللاعب الهداف اللي بيجيب 25 هدف أو 20 هدف اطلاقا يعني كان بيجيب 15-10 هداف وبيلعب مع المنتخب بالوقت الحالي لما بتحكي عن مسيرة عمر السومة ومسيرة عمر الخريبين ومسيرة اللاعب الشباب اللي عم بيلعبوا لا الأمر مختلف تماما نحن عم نمتلك طفرة بخط الهجوم لكن ما عم بيتم استغلالها ما عم نستفيد منها والسبب هي التخبطات يعني التخبطات اللي عم بتصير في كتير ناس كمان عم تسأل نحن شو استفدنا من عمر الخريبين وشو استفدنا من عمر السومة وشو استفدنا من علاء الدالي ولا أي لاعب انكان طبعا انت ما عم تستفيد لأن هذا التخبط موجود لدى منتخبك على سبيل المثال كمان عمر السومة مع الأهلي بالسنوات الأخيرة بآخر عامين ما كان متألق بشكل كبير لأن كان فيه تخبط بالنادي الأهلي من تغيير مدربين من تغيير تكتيك وتغيير طريقة لعب هذا الأمر صعب أنه يكون اللاعب يعطي المكسيموم أو يعطي نفس المستوى اللي عم بيقدمه مع الأندي مع العربي فيه استقرار فني فيه لعيب مميزين فيه لعيبة خط وسط بخط وسط العربي موجود الكنتارا وموجود فيراتي يعني لا تواخذني بهالكلمة لعيبة عالميين لعبوا مع برشلونة وباريس سان جرمان فبالتالي ولعبان مع المنتخب الإيطالي والمنتخب البرازيلي فبالتالي رح تشوف عمر السومة متألق مع هاللاعبين إذا ما شال العربي بمباراة فيه غيره بيشيل فيه يوسف المساكني لعب منتخب تونس لعب مرتين ببطولة كأس العالم يعني الأمر بديهي جدا المقارنة بين الأندية والمنتخب صعب جدا لكن المنتخب السوري بحد ذاته كم مدرب مر على المنتخب السوري آخر ثلاثة إلى أربع عوام عدد كبير من المدربين بأفكار مختلفة بأفكار يعني ما في منظومة لدى المدرب أو اتحاد كرة القدم اللي بيختار المدرب أنا بدي مدرب شو هو الشي اللي لازم يشتغلوا المدرب مع المنتخب السوري استمرار لعمل المدرب السابق ولا شي جديد لازم نشتغله المشكلة الحقيقية نحن لما منجيب المدرب ينصف عمل المدرب السابق وحاكيها عدة مرات يعني إذا إجا الكابتن فجر إبراهيم بده ينصف عمل هيكتور كوبر بشكل كامل وإذا إجا لا للتعيين نزار محروس ينصف عمل نبيل معلول نبيل معلول ينصف عمل تيتا عم نعطي هيك مثال يعني أي مدرب يجي المدرب الآخر كان غلطان مية بالمية وأنا بدي أشتغل بطريقة مختلفة فبالتالي ما في استمرارية لدى المنتخب السوري ولذلك دائما نحن أو دائما أنا عم موجه الناس لا تلوم اللاعبين لا تلوم المستوى المتدني لللاعبين ممكن تحكي عن بعض الأخطاء الدفاعية والأخطاء الهجومية يعني أنا مثلا حكيت عن الضغط العالي للمنتخب السوري بمباراة كوريا الشمالية وحكيت عن عمر إخربين وعمر السومة بالضغط العالي ننتقد اللاعبين لكن أنك تحمل مسؤولية فشل المنتخب للمهاجمين هذا الأمر غير منطقي أو تحمل مسؤولية فشل المنتخب لللاعب تخط الوسط يعني في ناس كمان عم بتقول شو شفنا من إيزاكيل العموة محمد عثمان محمد عثمان متألق بالدورة التايلندي والناس عم تحكي عنه من أفضل لكن مع المنتخب مو ظاهر طبعا ما نو ظاهر مع المنتخب صعب جدا يظهر لأن طريقة هيكتور كوبر بمباراة اليابان وبمباراة كوريا الشمالية ما بتخلي أي علعب يظهر بطريقة إيجابية الطريقة هي المشكلة وعدم الاستمرار يعني محمد عثمان حكى بعد المباراة المنتخب الحالي يمر بلحظة مأساوية لحظة مأساوية جدا ليش؟ لأن هذا المنتخب غير قادر على خلق فرص يعني تصور أنت معك عمر السومة أو عمر خريبين وعلاء الدالي بتلعب بهل المهاجمين بكأس آسيا ما أنا قادر أنك تعمل لهل لعبين فرص هاي الفرص كيف رح تيجي هاي الفرص؟ يعني من خلال بأي طريقة ممكنة الطريقة الممكنة أنك أنت بالفعل تلعب بشكل هجومي كمان نعم أنا مع الشكل الدفاعي إطلاقا أنت ما فيك تهاجم أمام أستراليا ولا فيك تهاجم أمام اليابان وما حدا بيطالب أنك تهاجم أمام اليابان لكن شو هو الشكل الهجومي لما بتكون الكرة معك؟ هذا هو السؤال الدائم نحن شو هو الشكل الهجومي؟ هكتور كوبر شو يشتغل؟ دائما هذا السؤال كمان شو يشتغل خلال تسع شهور؟ دائما يعني عم نسأل هالسئلة لكن ما عم نلاقي لها جواب حتى يعني عبد الرحمن بركات انتبهوا لهذا اللاعب بالدور السوري مهاجم جدا مميز جدا مميز إذا ما يتعرض لإصابات مهاجم فهمان شو عم يلعب كمان ما كانوا بأحد الدوريات العربية اللاعب مميز وعلى أدالي بطبيعة الحال مش جديد يعني نحن بنعرف علاء أدالي شفنا حتى بالتصفيات لما شارك سجل هدف على منتخب العراق علاء أدالي لعيب علاء أدالي نعم عنده أحيانا مشكلة باللمسة الأخيرة بس كتحركات كزكاء بأرض الملعب يقارن وإذا استمر به بهذا المستوى ممكن يروح لنادي أعلى بالدور العراقي وبعده ممكن يعيد التجربة ويلعب بالدور الإماراتي أو حتى الدور السعودي مع أنديت الوسط ليش لا لازم يكون هذا الطموح موجود أنا بصراحة يعني حبيت أحكي عن هالثلاث مهاجمين بأن التألق اللي عم بيتألقوا لأن عم بيلعبوا مع لعيب مميزين ولأن في مدربين يعني أنت مع العربي مطالب أنك تلعب هجوم مع الوحد الإماراتي مطالب أنك تلعب هجوم مع نفط ميسان كمان أنت مطالب أنك تلعب هجوم على الأقل يكون عندك شكل هجومي هذا الشكل الهجومي غير موجود بالمنتخب فأنت مع المنتخب بدك تفكر فقط بالدفاع يعني نحن هلا حاليا مشكلتنا دفاعية معنا مشكلة هجومية لكن المشاكل الهجومية تكمن بأن نحن عم نظلم هاللاعبين المنتخب السوري والكرة السورية فيها طفرة من المهاجمين طفرة ما بتتخيل ما بتتخيل كمية المهاجمين المميزين بسوريا ما بتتخيل هذا الشي لكن ما عم نستفيد حتى بمركز خط الوسط بمركز خط الوسط في مصطفى جنيد في محمد ريحانية في أنس الدهان يعني لو اعتمدنا على هاللاعبين الشباب يعني خلال الفترة السابقة ما عم بحكي لك هاللا حاليا أو ببطولتك أساسي أنا عم بحكي لك خلال الفترة السابقة لو اعتمدنا على هاللاعبين كنت رح تشوف منتخب يمتلك لعيبة خط وسط يمتلك فكرة يمتلك مشروع لكن المشروع ببطولة كأس آسيا هو المشروع الدعاء فقط نحن عم بنطالب الدعاء وأنه الله يعني يساعدنا أمام أوزباكستان وأستراليا والهند يعني لا أكتر ولا أقل في أمل في حديث كتير يمكن نحكيها خلال الأيام القادمة لكن أنا حبيت أحكي عن هالثلاث مهاجمين عن تألق المهاجمين لأن في ناس عم بتقول أنت بس عم تحكي عن عمر السومة عن ما أنا حكيت عن علاء الدالي بالهاترك السابق وكمان مو أي شخص بيسجل هدف بدي أحكي عنه ليش عمر السومة استثناء وحاكيها ممكن مليون مرة عمر السومة هو الاستثناء بتفرغي أن يتابع مباراة لأن عمر السومة لن يتكرر لن يتكرر هلأ عمر السومة مثل فراس الخطيب يعني أنا مثلا بالدور الصيني كنت عم بستنى مباريات فراس الخطيب فالأمر لا تقارنوا عمر السومة بأي لعب آخر بالنسبة لي شخصيا يا جماعة قناتي أنا حر فيها الموضوع ليس تطبيل لعمر السومة على فكرة لأن علاء الدالي أقرب مني من عمر السومة بس للمعلومة يعني للملاحظة علاء الدالي أقرب لكن الحديث عن عمر السومة لأن عمر السومة استثناء لن يتكرر يعني هالفيديوهات اللي بنحكي فيها عن مباريات عمر السومة هي فيديوهات أنا حابب تكون بالإرشيف يعني فقط لا غير لأن اللاعب لن يتكرر علاء الدالي يحتاج لسنوات حتى يوصل لهذا المستوى ومنتمنى يوصل خمسين ألف لاعب سوري لمستوى عمر السومة أو للتاريخ أو للأرقام اللي عملها عمر السومة فبالتالي أنا بتمنى الناس ما تتحسس من موضوع أني أنا فقط عم بحكي عن عمر السومة وعم أتجاهل بقية اللاعبين لا الموضوع ليس بهذا الشكل لأن إذا بدي أحكا علاء الدالي لازم تابع مباريات علاء الدالي بشكل كامل هذا الأمر بيحتاج لتفرق أنا ما بعرف بأي مباراة بديو يجيب هاتريك ومباراة أخرى ممكن ما يجيب أهداف فلازم تابع نفط ميسان كل مباراة هذا الأمر صعب يا جماعة صعب جدا يعني فالموضوع يحتاج لتفرق لو الموضوع فقط يتعلق بإني أعرض الأهداف بعرض لك أهداف الدوريات وانتهى الموضوع لكن أنت بدك يعني أحكي عن مستوى اللاعب وكيف أدم وكيف هذا الأمر مختلف بتحتاج فيها للمتابعة فبتمنى كمان دائما يعني الإخوة اللي عم يكتبوننا بالتعليقات أنت فقط عم تحكي عن عمر السومة عم تتجاهل بقية الموضوع ليس تجاهل بقدر ما هو عمر السومة استثناء استثناء بكرة القدم السورية فأنا بحكي عنه حتى لو راح يلعب بالدوري الموزنبيقي على فكرة يعني لما راح محمود المواس للدوري الروماني غطينا كل مباريات محمود المواس لأن كان استثناء انتقال لاعب من الدوري السوري إلى أحد الدوريات الأوروبية هل في ناس ممكن تقول عمار رمضان عمار رمضان ما انتقل من الدوري السوري راح وهو صغير للدوريات الأوروبية بينما محمود المواس انتقل كلاعب بالدور السوري إلى الدوريات الأوروبية كان استثناء فكنا عم بنغطي كل مباريات محمود المواس فأتمنى كمان تتفهموا هذا الموضوع بشكل كبير يعني إذا بدي أحكي عن عمر السومة وكمان لازم أحكي عن علاء الدالي فلازم أحكي عن عمر خريبين فلازم أحكي عن محمد عثمان وتابع كل مباريات محمد عثمان لازم أحكي عن إذاكيل العم لازم تابع الدور صعب صعب يا أصدقاء يعني مو إنه أي لاعب سجل هدف لازم نحكي عنه تمنى هذا التعليق أو هذا الكلام اللي بيحكيه إذا شخص كتب بالتعليقات اكتبوا يا جماعة عمر السومة استثناء فقط لا غيره فهموا الناس يعني مو كل مرة لازم نشرح هذا السبب يعني أكيد علاقتي مع علاء الدالي علاء الدالي بيعرف منه علاقتي وما حبتي لعلاق الدالي علاء الدالي أقرب لي من عمر السومة وأقرب لي من عمر الخريبين عبد الرحمن بركات محمد الواكد لاعب نادي المجد أقرب لي بس الموضوع يتعلق باستثناء عم نحكي عنه هذا كل ما في الأمر أتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة